إذن يوم نشاء الله رح نبلش بشابتر ثري رح نبلش بشابتر ثري بسكشن ثري بوينت وين ثري بوينت وين أو شابتر ثري بشكل عام بحكيلي عن الاشتقاط اللي هو التفاضل كلنا بنعرف شو يعني أو أغلبنا بنعرف شو يعني مشتقة بس خلينا نشوف التعريف أو نشوف المشتقة من وين يجات من خلال سكشن ثري بوينت وين بحكيلي بعنوان The Derivative بتحكيلي التعريف قبل ما روح على تعريف المشتقة وشو هي المشتقة لو طلعنا على الرسمة اللي معي هون بالشكل اللي عندنا هون لاحظ عندي هذا اقتران اللي هو F ال-X في عندي هاي النقطة اسمها X وصورتها F ال-X في عندي بعضنا عن ال-X مسافة مقدارها H وهاي انسميناها هاي رح تكون XZH الإحداثي اللي إلها هلا هاي ال-XZH هاي صورتها اللي هي F ال-XZH هلا لاحظ على الخط الأخضر هذا الواصل بين ال-X وف ال-X وبين ال-XZH وف ال-XZH هذا الخط الواصل بيناتهم هو عبارة عن قاطع second القاطع هو عبارة عن خط مستقيم بمر بالنقطة حسب ما هو ظاهر معي X وف ال-X والنقطة XZH وف ال-XZH الآن لو سألتك شو هو السلوب لهذا القاطع شو يعني السلوب اللي هو الميل شو هو الميل لهذا القاطع رح نحكي هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات طب فرق الصادات اللي هو F ال-XZH ناقص F ال-X على فرق السينات اللي هو XZH ناقص ال-X طبعاً اللي رح يصير معي إنه ال-X مع ال-X رح تروح رح يضل معي F ال-XZH ناقص F ال-X على زي ما احنا ملاحظين هذا هو عبارة عن ميل القاطع القاطع اللي بمر بين النقطتين X وFX ونقطة XZH وFXZH إذن هذا هو ميل القاطع السؤال الآن لو أنا هاي الـ X اللي هي عبارة عن المسافة بين النقطة X والXZH مثل ما حكينا أنه ضولة النقطتين المسافة بيناتهم كم H هلأ لو هاي ال-H ظغرناها خليناها تصغر كتير يعني النقطة هاي بدنا هاي النقطة اللي هون هاي النقطة بدنا نقربها مرة تصير هون فال-H رح تصغر مرة تصير هون مرة تصير هون مرة تصير هون رح نخليها تقترب أكثر من مين من ال-X كل ما ظغرنا ال-H معناه النقطة اللي هي F-X-Z-H و-X-Z-H و-F-X-Z-H رح تقترب من مين من ال-X و-F-X كل ما ظغرنا ال-H ال-X-Z-H رح تقترب من ال-X طيب كل ما ظغرت ال-H ال-X-Z-H رح تقترب من مين من ال-X بنفس الوقت F-X-Z-H F-X-Z-H رح تقترب من مين حسب الرسمة رح تقترب من F-X إذن كل ما هلها نقطة تقترب من ال-X-Z-H عفوا من الهيس وقفل اكس لهيك كل ما اقتربت اله اقتربت اله من الصفر السي كنت رح يبطل يصير سي كنت رح يبطل يصير قاطع رح يصير اسمه ايش رح يصير اسمه تانجنت ممس اذا كل ما زغرت اله رح يتحول السي كنت لأيش لممس فبالتالي لما بنطلع ميل الممس هو عبارة عن ميل القاطع نفسه بس اله بتها تقترب من مين من الصفر لهيك منحكي انه اللي هو ميل الممس يساوي الليمت از اج قوز تو زيرو افل اكس بلوس اج افل اكس افل اكس اوبر اج اذا من وين حصلنا على هاي هاي عبارة اصلا زي ما حكينا عن ميل مين هاي عبارة عن ميل القاطع بس هاد القاطع لما تكون عنا الاتش كبيرة لكن اذا زغرنا الاتش لان الاتش تقترب من الصفر القاطع رح يتحول لاش رح يتحول لممس السيكنت بيكمز ايش تانجنت رح يصير ممس بالتالي لما بدي اطلع ميل الممس انا فعليا مشان اطلع ميل الممس انا رح اطلع ميل القاطع بس رح اخذ الاتش اشمالها رح اخذ الاتش تقترب من الصفر مشان هيك لما مننطلع ميل الممس هو عبارة عن الليمت از اش قوز تو زيرو لأفل اج زاد اش ناقص أفل اكس على اه على اش اوكي اذا هذا هو عبارة عن ميل الممس هلا اذا كانت هاي الليمت واحنا منعرف انه الليمت ممكن تكون موجودة ويمكن تكون ايش مالها غير موجودة مشان هيك اذا كانت هاي الليمت موجودة فمنسميها the derivative of f منسميها مشتقة f if the limit if this limit exists it's called the derivative of f منسميها ايش مشتقة f and donated by f prime of x ماشي اذا هاي عبارة او هذا الرمز بيدلني عالميا على المشتقة اذا بشكل عام اذا f فتحة للأكس هي يعني فينا هنا نكتب انه هذا المقدار هو عبارة عن هذا يساوي ايش f فتحة مين للأكس اذا هاد عبارة عن f prime of x او f فتحة للأكس اوكي اذا هاي اف فتحة للأكس الان انا ما بدي مثلا بدي اكس تكون نقطة محددة سميناها c فراح تصير f فتحة of c تساوي limit as h goes to 0 f of c plus h minus f of c over h هلا شو يعني f of c plus h يعني ما كان كل اكس بالاقتران رح نسميها ايش رح نبدل كل اكس بc plus h اوكي طبعا اذا استخدمنا الفرض اخدنا c plus h سميناها x فبتصير الage هي عبارة عن x minus c as h goes to 0 اذا الage رحت للصفر عوض الage صفر رح تروح الage الage لين للc فبتصير limit as x goes to c f of x minus f of c over x minus c اذا في عندي تعريفين للمشتقة عندي c اما هذا التعريف او هذا التعريف وانت الى حرية الخيار باستخدام التعريف اللي يعني اللي بريحك وانت بتستخدمه هلا التعريف الثاني هذا رح نلجأ له في بعض في بعض في بعض الأوقات لما بدي احل المت في بعض المت صعب اني احلها يعني او يمكن حلها بحتاج مني وقت أطول فمنطر نلجأ لمين لتعريف اني المشتقة لحتى نحلها فمشان هيك هاي رح نتطرق لها فيما بعد بس لحتى ناخد شوية من نمشي شوية في الاشتقاق رح نحكي عنها هاي النهاية اوكي اذا زي ما حكينا انه اذا كانت اذا المت as h goes to 0 ل f f plus h minus f over h هاي اللي هي عبارة عن مين هاي اللي هي عبارة عن ميل المماش والي هي نفسه سميناها h f f of x اوكي وإذا بدنا عند نقطة فانه رح نستبدل x فتصير f f equal f c وحا f one equal limit as h goes to 0 f c plus h minus f c over h or limit as x goes to c f x minus f c over x minus c اوكي اذا هاي هو تعريف المشتقة طبعا كنا من نعرف انه مرات اقتراني ما بكون اكتوب f ال x لحتى اكتب ها f f مرات وتكون بالدلالة y فاذا كان اقتراني مكتوب y يساوي فاما الderivative بكون رمزها اما منكتبها y فتح او منكتبها dy على dx واللي هي نفسها f فتح لل x حسب ما احنا حاطين هون انه f x هي y اذا رموز المشتقة اما منحط ها f فتح لل x اذا كان اقتراني اسم f اذا كان اقتراني اسم y نكتبها y فتح لل x or dy over dx ماشي هلا متى بلجأ لهذا التعريف طبعا احنا كمان شوي رح ناخذ قواعد للمشتقة لهيك متى نصير نساء طبعا متى رح استخدم التعريف ومتى بدي استخدم القواعد احنا في الوضع الطبيعي رح نستخدم القواعد لكن اذا هو حكالي use the definition of the derivative to differentiate فمعناه انا شو بدي اعمل بدي استخدم تعريف المشتقة فيا اما بنستخدم هذا التعريف او بنستخدم هذا التعريف لاحظ بس بدي انبأ انه هاي بشكل عام هاي رح تطلع معي افتح لل x بشكل عام رح تطلع بالدلالة وهاي لما انا اطلع المت رح تطلع معي المت بدلالة x وهاي لما انا بدي اطلع المت رح تطلع معي عدد لانو انا هون ما اخذ افتح لل c فرح يطلع عندي ناتو تستعويض c بالمشتقة بعد ما نطلع المشتقة هذا كمثال افت اف x equal square root of x بدنا نطلع x هلا ال f اللي هو جذر x حكينا شو يعني عوض x x انو مكان x هاي شو بحطها x x فصار جذر x x ناقص f x اللي هو جذر x على h هاي نهاية مثل اي نهاية كيف بدنا انحلها طبعا لاحظ نهايتي انا بدلالة ال h فانو x رح اعتبره ثابت x متغيرة as h goes to zero هلا رح تصير عندي المت هاذ النهاية كيف راح لا ضربنا بالمرافق المرافق التربيعي طبعا ضربنا بالمرافق تلمعي x x على h لاحظ هنا x مع x راح و h مع h راح ب 1 هلا x مع x بروح ب 0 لانه x x 0 بينما h لما اختصرنا مع h كانت 1 إذا الخطوة الأولى اختصرنا x مع x ب 0 بعدين اختصرنا بالقسمة h مع h ب 1 فلما عوضنا الصفر مكان h هاي راح تصير صفر لما نعوض h صفر فرح تصير جذر x ز جذر x راح تطلع 1 على 2 جذر x إذن هذا هو هاي كيف أوجدنا المشتقد جذر x باستخدام التعريف سؤال آخر بده limit as x سوريا عفو بده معي f x بساوي 1 على x at x تساوي 4 بده المشتقة عندما x تساوي 4 فهلا في عندي طريقتين إما بطلع أفتح للx بشكل عام زي ما أنا عامل هون طلعت أفتح للx خدت limit as h 0 1 زي ما حكينا إنه مكان كل x إيش منستبدل هالx مكان كل x هاي الx استبدلناها بمين بx زائد الh إذا مكان كل x استبدلناها بx زائد h فصرت 1 على x زائد h ناقص 1 على x على h هلأ هايك بدي أحلها راح أروح أوحد مقامات لما وحدنا المقامات هاي راح نضربها x الناقص لما ندخلها على x زائد h بتصير ناقص x ناقص h هلأ زي ما إحنا ملاحظين بالأول اختصرنا x ناقص x عفوا x ناقص x راح تصير صفر ماشي راح بعدين اختصرنا h من البص مع h بالمقام بالقسمة إذن أول خطوة كانت إنه راح الx مع الx بصفر هاشي بعدين ناقص h على h طلعت بكم بنقص 1 هلأ نعوض طبعا لما تروح هاي ضلت عندي 1 على x زائد h عوض الh صفر راح تطلع معي x على x تربيع ونقص 1 دي ناقص 1 على x تربيع بدي عندي الأربعة بروح بعوض الأربعة بتطلع معي ناقص 1 على 16 هاي طريقة أو زي ما حكينا أروح أعوض مباشرة إما بستخدم التعريف اللي كتبناه هون إما بستخدم هذا التعريف أو بستخدم هذا التعريف بس أنا بستخدم تعريف الثاني شوف أنا شو عامل أخدت المت as x goes to 4 1 over x minus 1 over 4 over x minus 4 ماشي إذن أنا ما أخذ 1 على x 1 على 4 على x 4 اللي هي limit as x goes to 4 اللي هي أفتحة للأربعة فأنت زي ما حكينا رح نختار التعريف اللي أريح إلي بالحسابات أوكي الآن شو بدي أعمل بهاي المت طبعا هي صفر على صفر بدأ واحد مقاماتها وحدد مقامات البست هاي ضربتها بأربعة وهي ضربت بأكس صارت أربعة ناقص x على أربعة x طبعا مقام البست رح ينزل للمقام فبتصير أربعة x على x ناقص الأربعة x ناقص الأربعة واربعة ناقص x رح يروح هنا بناقص واحد بظل عندي ناقص واحد على 4 x بس نعوض الأربعة بتطلع ناقص واحد وإلك حرية الخيار بالطريقة اللي بتكون أريح مثال آخر عن التريجنومتريك فونكشن ماعطيني y تساوي sin x بدنا y فتحة إما زي ما حكينا إما بنكتبها y فتحة أو اللي هي نفسها 100 شو حكينا هي نفسها dy مشان نتعود على هذا الرمز dy على ايش ال y فتحة هي نفس dy على dx إذن هي نفسها dy على dx إذن y فتحة تساوي الليمت لأف ال x زاد h بس شو هو ال x f ال x اللي هو صين ال x فبريد ال x حطينا x زاد h ناقص صين ال x على h إذن استخدمنا متطابقة صين ال a زاد b كنا منعرف أنه صين ال a زاد b هي عبارة عن صين a cos صين x cos h زاد cos x sin h ناقص sin x على h هلا اللي صار لحظ صين ال x مكررة بالحد اللي هون وبالحد اللي هون فشو عملت أخدت أخدتم مع بعض على مش على x لازتكون هاي على h على h وهاي صين ال x ضلت عندي cos x sin h على h هاي وزعنا النهاية طبعا هاي لاحظ هون لما نطلع sin ال x عام المشترك رح يطلع معي cos h ناقص 1 على h وهاي منذكر حكينا قيمتها h هاي هاي كلها قيمتها h تساوي 0 لأنه هاي نفسها اللي هي لما حكينا أنه limit as x goes to 0 ل 1 ناقص cos ax على b x تساوي 0 بس عنا هون مش هذا المقدار زي ما حكينا cos x يعتبر ثابت فما رح يأثر علي فهي نزلنا sin h على h as h goes to 0 هذا المقدار بطلع كم بساوي 1 فإذا صفة عندي النتيجة النهائية إيش هي cos x إذا مسائل اللي بتطلب مني استخدم تعريف المشتقة لالاقترانات المثالثية رح تشفي هلمين لمتطاوقات المثالي بعده بطلب مني استطلع المثالي بعده بطلب مني برضه بدي مشتقة بس للاقترانات الاقترانات متشعب زي ما حكينا هاي ريت نعدلها الملف اللي عندنا هي h ما ننسى نعدلها h f x equal x equal في x less than or equal 1 half x plus half if x greater than 1 بدنا f فتح لل x f f فتح لل 1 f prime of 1 هلا طبعا بما نقتراني متشعب في شغلة بنا نركز عليها اللي هي الاتصال لازم يكون اقتراني متصر قبل ما اروح اشتق عند نقطة معينة فاذا لازم بالاول we check that f is continuous at x equal 1 طبعا لو اخرنا النهاية عند الواحد من جهة اليمين رح تطلع نصف زائد نصف اللي هي 1 لو اخرنا النهاية عند الواحد من جهة اليسار رح تطلع 1 اذا اقتراني متصل عند الواحد اذا المشتقة قبل ما نبلش بالمشتقة لازم نعمل انه اش ماله انه اقتراني متصل اذا هاي الخطوة بدنا نركز عليها دائما غير متصل اذا اقتراني غير متصل عند نقطة اذا هو غير قابل للاشتق عند تلك النقطة اوكي فاذن اقتراني متصل فاذن انا اروح اطلع المشتقة عادي هلا مشان اطلع المشتقة بما انه الواحد هي نقطة شعو فانا بدي اطلع مشتقة على يمين الواحد وطلع مشتقة على يسار الواحد لاحظ هاي اشارت هاي معناها المشتقة على يمين الواحد شوف كيف كاتبينها الفتحة للواحد من جهة اليمين حطينا اشارت من اسفل المشتقة ماشي وهاي الفتحة للواحد من جهة اليسر حطينا اشارت الناقص في اسفل رمز المشتقة اوكي اذا هاي معنا المشتقة عن اليمين وهاي رمز المشتقة عن اليسار. اوكي. اذا بدي limit as h goes to zero from right. افل one plus h minus افل one over h. لاحظ هلا باجي بدي اعوض هون طب عندي افل one plus h انت بدك تاخذ الواحد وبدك تضيفلها قيمة معناها والقيمة قريبة من الصفر موجبة. اذا انت هذا المقدار اللي رح يطلع معك هو اكبر من الواحد. فبالتالي انا رح اروح اعوض وين? عيمين الواحد. اوكي? رح اعوض نقطتي وين? على يمين الواحد. طيب. نشوف هلا بعدين بدنا افل الواحد. كلنا ملاحظين وين هي افل الواحد. هاي افل الواحد هاي ها عند ال x تربيع. هلا عيمين الواحد زي ما حكينا رح كل x استبدلها ب واحد زاد h. واحد زاد h. فصارت نصف في واحد زاد h زاد نصف. اكي? ناقص صورة الواحد اللي هي واحد على ال h. لاحظ الواحد طبعا دخل النصف تتصير نصف زاد h على اثنين زاد نصف ناقص واحد. النصف ونصف رح يعطيني واحد ناقص واحد بروحين. فاذن ضل معي h على اثنين على h هيها. ال h مع ال h رح تروح بواحد. اوكي? رح يضل معي في النهاية ايش؟ الاجابة نصف. اذا النهاية على يمين النهاية على يمين الصفر تساوي h نصف. اذا الفتحة للواحد من جهة اليمين هي عبارة عن النصف. نشوف الفتحة للواحد من جهة اليسار. شو بدي اعمل؟ بدي ااخر. أفل. المت as h goes to zero from right from left عفوا. هلأ ليش اخذنا هذا الاقتران? لانه انت بدك تاخد واحد زائد ال h وال h عدد قريبه من الصفر لكنه من الاتجاه السالب يعني ال h رح تكون قيمة اقل من الصفر. انت رح تاخد واحد ناقص h يعني قيمة اقل من الواحد رح يضل معي. عشان ايك انا رح اختار يسار الواحد. واحد زائد h تربيع. ماشي بدل x استبدلناها زي ما حكينا. الاكس استبدلناها بايش? بالواحد زائد h. تربيع ناقص واحد على h. فك التربيع الاول تربيع زائد اثنين في الاول في الثاني زائد الثاني تربيع ناقص واحد اللي هي هاي. الواحد مع الواحد راحت زي ما احنا شايفين. طلعنا h عامل مشترك اختصرنا. بضل عندي اثنين زائد h. طبعا هون رح يكون في عندنا اختصار. هاي مع هاي رح تروح. كام بواحد ماشي. بايضا ضل مع اثنين زائد h. لما نعوضنا ال h صفر شو طلع مع الجواب باتنين. اذا لاحظ المشتقة عن اليمين مختلفة عن المشتقة عن اليسار. ما ان المشتقة عن اليمين لا تساوي المشتقة عن اليسار. اذا f is not differentiable at x equal one. اذا مشان يكون اقتراني قابل الاشتقاق. لازم تكون اول اشي طبعا متصل. هاي اول شرط. لازم احقيقه. الشرط الثاني انه المشتقة عن اليمين لازم تساوي المشتقة عن اليسار. لازم المشتقة عن اليمين تساوي المشتقة عن اليسار. لكن في مسألتنا هون المشتقة عن اليمين لا تساوي المشتقة عن اليسار. مشان هيك f is not differentiable at x equal one. اوكي. طبعا في نظرية بتحكي لي. if f is differentiable at x then f is continuous. لاحظ هاي الجملة. هاي العفوة النظرية هي باتجاه واحد. يعني هي هيك صحيحة فقط. ماشي. اتجاهها هذا صحيح. الجمل ال if then باتجاه واحد صحيحة. الاتجاه المعاكس ليس بالضرورة. اكي. يعني اذا كان f متصل فهو قابل للاشتقاق. لا. ليس بالضرورة. وكان المثال السابق هو اكبر دليل عليها. كان متصل عند الواحد لكنه طلع معنا غير قابل للاشتقاق. اذا مشان يكون اقتران. اذا اقتراني قابل للاشتقاق فهو متصل. طيب متى بشتغل على هاي النظرية او على هاي النظرية. هلا في مثلا بيجيني سؤال زي هيك. لو كلنا بنعرف طبعا قواعد الاشتقاق. اتوقع. هاي اذا بتوقع انكم تعرفوها. خلينا نلجأ للقواعد. مشان ما ناخد وقت على على تعريف المشتقة. هلا هاي لو حكيت لك شو هي افتحة للأكس. شو بتحكيلي. هاي اثنين اكس حسب قواعد الاشتقاق واللي راح نحكيها كمان شوي. هاي لما الاكس اكبر من الواحد. اوكي. وهاي اثنين. لما الاكس اي شمالها اقل او يساوي واحد. سوريا عفوا بدون نساوها. اوكي. فا. اذا هيك راح نحطها. هاي لما الاكس اقل او يساوي اكبر عفوا اقل او يساوي الواحد. هلا بجزء يجي الطالب خلاص مباشرة اشتقها. وحكا اعوض يمين الواحد اثنين. يساري الواحد اثنين. اذا المشتقة عند الواحد موجودة وتساوي اثنين. هذا خطأ. طيب. ليش? لازم بالاول يعمل. هلا المشتقة اوكي هنا صح. بس عند الواحد? لا. لازم اتأكد بالاول انه متصل. اجينا هون على الواحد. يمين الواحد. كم يمين الواحد? واحد. يساري الواحد اثنين. اذا اقتراني. ديس كونتيني واسعة اكس ايكول ون. لما انه غير متصل. اذا هو غير قابل للاشتقاق. رغم انه لما نروح نشتقة. بيجي طالب يحكي. طب ما انا اشتقيته. وهطلي عندي المشتقة عن اليمين اثنين. والمشتقة عن اليسار اثنين. فمعناها معناها اقتراني. بده يطلع قابل للاشتقاق. والنظرية بتحكي. لما يكون قابل الاشتقاق. معناها متصل. لا. هاي النظرية بستخدمها فقط لما بيكون معطيني مجاهيل. وبدي اوجد المجاهيل. بكم اعطينا اقتران وبحكي الاقتراني قابل للاشتقاق. فانا لما يحكي الاقتراني قابل للاشتقاق. انا شو بعرف؟ بعرف انه متصل. اذا متى هاي بستخدمها؟ لما هو نفسه يحكي لي اقتراني قابل للاشتقاق. هو يحكي لي أو يعني مشتقا متصلة. شو يعني مشتقا متصلة؟ يعني هو قابل للاشتقاق. بهاي الحالة انا بعرف انه اقتراني ايش ماله الاصلي؟ مبتصل. اكي؟ اذا حكي لي فبحكي له معناه اقتراني مبتصل. اما اذا هو طلب مني مشتقلا لازم انا بالاول اروح اتأكد انه اقتراني ايش ماله؟ مبتصل. اذا بمسألتنا هون احنا شو لازم نعمل بالاول؟ نتأكد من اقتراننا انه متصل وبعدين نبحث في المشتقة عند الواحد. هلا هو ما عنده مشكلة على الاكبر من واحد والاقل من الواحد هو مشكلة وين هذا الاقتران عند الواحد. فبما انه غير متصل عند الواحد اذا مباشرة بحكي له اذا هو غير قابل للاشتقاط عند الواحد. نشوف الرسمة هون معطيني الرسمة The graph of F is shown below هلا لاحظ هاي رسمة لF طيب هلا طالب مني بعض الاشياء بحكي لي At which number C If F is discontinuous At which number C Is F discontinuous وين النقاط اللي بكون عندنا F غير متصل ازاي ما حكينا هاينا منمشي على خط على المنحنة عند السالب واحد غير متصل واذا منذكرنه عدم الاتصال بمشي بمشي عند الواحد غير متصل هنو عدم الاتصال جمب خلص وقفنا فقط هذول النقطتين عندهم F غير متصل اذا F not continuous At C equal minus 1 And C equal 1 وهو هاز Removable discontinuity At C equal minus 1 وجمب discontinuity At C equal 1 هانا حكي لي Which of the discontinuities Discontinuities is Removable اي منهم فاحنا بينا مين الremovable ومين الاجent هلا بحكي لي At wish number C is F Continuous بدنا وين يكون F متصل بنفس الوقت Not differentiable Continuous و Not differentiable هلا نيجي هلا Continuous هاي النقاط المتصل عليها طبعا كل النقاط بستثناء السالب واحد والواحد هلا بحكي لي بس بدنا Yeah not differentiable هلا بنرجع نتذكر حكينا انه F F F X هي عبارة عن Males Males ماشي F F X X هي عبارة عن Males مشان هيك لما بنجي على اي نقطة من النقاط اللي معي حسب الرسمة لو اجينا على اي نقطة او هاي الرسمة هي عبارة عن رسمة خط مستقيم صح ولا لا هلا Males الخط المستقيم هلا ما في مجال عند اي نقطة المماس عند اي نقطة على هذا الخط راح يكون الخط نفسه فما يل الخط المستقيم هو عبارة عن المشتقى كنا بنعرف إذا كان الخط المستقيم متزايد معناه هذا ايش السلوب اللي إله ايش ماله ايش موجب إذا كان الخط المستقيم متزايد فمعناه ميله موجب إذا كان متناقص عفوا إذا كان متناقص فمعناه الـ slope شو رح يطلع الـ slope الميل إذا كان متناقص الميل شو رح يطلع رح يطلع إيش ماله سالب طيب هلأ وأي خط مستقيم أي خط مستقيم كيف شكل الصيغة العامة لعلاقته هي عبارة عن A X زائد B هاي الصيغة العامة لأي خط مستقيم فمشان أطلع ميله هاد الخط هاد اللاين نسميه إيش هاد اللاين بننسميه L ماشي هلأ لو سأحك شو هو ميل L شو هو ميل L كنا بنعرف إنه ميل الخط هو عبارة لما بكون بالصيغة هاي هي هو عبارة عن معامل X بس لاحظ لما بتكون Y شرطه تكون Y موضع القانون إذن هاي هي السلوب أو لو اشتقينا هذا الاقتران شو مشتقته هاي A صح أنا ثبقت شوي على قواعد الاشتقاق بس كنا بنعرف إنه مشتقة X H تساوي واحد أو مشتقت السين زي ما أخدته هي واحد فإذن مشتقة X C H C واحد بس عندي مضروبة في ثابت فإذن السلوب هون شو رح يطلع A بس زي ما حكيت بشرطه تكون Y موضع القانون هلا إذا A موجبة معناه خط رح يكون متزايد إذا A سالبة معناه خط رح يكون إيش ما له متلاقص طيب هلا نطلع على رسمتنا لاحظ هذا الخط كله لما نشتقه رح يطلع معي مشتقة عدد موجب ماشي بينما هذا نازل معناه لما أشتقه رح يطلع معي مشتقة عدد إيش سالب فمشان هيك أنا بتوقع إنه عند الصفر المشتقة تطلع إيش ما لها غير موجودة رغم أنه اقتراني متصل ليش لأنه رح تطلع المشتقة عن اليمين إيش ما لها المشتقة عفوا هاي عن اليسار موجبة وعن اليمين رح تطلع المشتقة سالبة ليش لأنه هذا عندي خط متزايد فمشتقته ماشي ميلو رح يكون موجب يعني المشتقة لهذا الخط رح تكون موجبة هذا الخط متناقص معناه ميلو يعني المشتقة عليه رح تكون إيش ما لها سالبة فبالتالي رح يطلع أنا بتوقع عندي الصفر رح تكون إيش ما له اقتراني أيضا نقطة أخرى رح يكون عندها الاقتران اللي هي يمين اللي هي الثلاث ليش لاحظ هذا عندي اقتران خطي ماشي وهذا اقتران عفوا مش خطي هذا اقتران ثابت وحنا كمان شوي رح نأخذ إنه مشتقة الثابت إيش صفر هلا إحنا صيب يمكن بكر لازم هات شرحناه بعد القواعد بس هو موجود من الإكسرسايز لهيك شرحناه الآن لهذا ثابت مشتقة الثابت إذا كانت F الـ X تساوي ثابت تساوي C ثابت فكلنا بدنا نعرف إنه F فتحة لهذا الـ X شو رح تطلع تساوي صفر تساوي صفر طيب إذا نطلع معي هلا أنا عندي اقتراني هذا إيش ما له اقتراني ثابت هذا الاقتران ثابت إذا مشتقة صفر طيب السؤال هل هذا هنا الاقتران ثابت؟ لا هذا الاقتران اللي على يسار الثلاثة إيش ما له مش ثابت؟ ولا حتى خطي هذا يعني بده يكون تربيعي أو أكثر لشان ما حاديش يحكي ليش تربيعي ليش ما حكي يبتكي إحنا هو ما رح يطلع هو لا هو ثابت ماشي؟ ولا هو إيش؟ ولا هو اللهم صلى الله سيدنا محمد ولا هو خطي فإذا هذا بتوقع إنه تطلع عندي إيش قيمة للمشتقة ماشي؟ فمشان هيك شو رح نعتبره؟ هاد رح تطلع عندي المشتقة عند الثلاثة مش صفر أوكي؟ فمشان هيك رح يطلع عندي برضو المشتقة عندما سيد تساوي الثلاثة إيش ما لها؟ عندما سيد تساوي الثلاثة المشتقة برضو رح تطلع معي غير موجودة هلأ هون في عنا بعض الإكسرسايزز بنا نحاول نحيلهم ونشوف طبعا هم على تعريف المشتقة أغلبهم يرات إنه نجرب فيهم نشيل هذول هلأ نحكي عن بعض قواعد الإشتقاق رح نحكي اليوم عن هذول القواعد وتطبيق عليهم رح يكون للمحاضرة القادمة Some differentiation formulas معطيه هنا F وهنا F فتحة كل يومنا نعرف إنه مشتقة الثابت صفر مشتقة الإكس واحد وإحنا ذكرناها قبل قليل الإكس قوى ألفة لما تكون إكس مرفوع على عدد فمشتقتها هي العدد نفسه في إكس قوى ألفة ناقص الواحد الجمع توزع المشتقة على الجمع وعلى الضرح والثابت برضه ما بيأثر علي مشتقة حاصل الضرب F في G هي عبارة عن الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول مشتقة حاصل القسم الأف على الجي هي عبارة عن المقام في مشتقة البص نقص البص في مشتقة المقام على المقام التربيع طبعاً بدينا ننتبه لشغله إنه بحالة الضرب لو بدنا الأول والثاني ما بفرق معي لكن في حالة القسمة للمقام والبص غير عن بعض فمشان هيك بنا نلتزم إنه المقام في مشتقة البص نقص البص في مشتقة المقام يعني لا يجوز تبديل هذا المقدار بهذا المقدار لأنه في عندي سالب بيناتهم مش جمع زي عملية الضرب فمشان هيك بنا ننتبه إليها لهاي القاعدة المشتقة البص نقص البص في مشتقة المقام المقام أفل اكس مشتقة البص اللي هو واحد حكينا مشتقة الثابت ايش تساوي الصفر فإذا صفر فرح أول حد نقص البص اللي هو واحد في مشتقة المقام أفل اكس أفتح للأكس إذن صارت ناقص Fx على المقام تربيع Fx تربيع فإذن هاي هي تطبيق على القاعدة القسمة وقاعدة مشتقة الثابت بدك مننا نعرفها كلنا أنه X قوة نص حسب هاي القاعدة X قوة تحت جذر X هي نفس X قوة نص فإذن هي عبارة عن نص في X قوة نص ناقص واحد اللي هي ناقص نص ماشي فرحة تصير واحد على اثنين جذر الـ X فهاي برضو بدنا نكون عارفينه قدر القواعد الأساسية طبعا هنا قواعد أخرى رح نتطرق لهم في بسكشن آخر إن شاء الله وزي ما حكينا في المحاضر القادمة رح نحكي عن تطبيقات على الاشتفاق